يقول السائل إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يصلي ركعتين أم ينتظر؟ نعم يقول السائل إذا دخل رجل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فهل يصلي ركعتين أم ينتظر؟ إن كان الأذان للجمعة أذان الجمعة بين يدي الخطير إذا دخل الخطيب وقام المؤذن يؤذن ودخل أحد المسجد فإنه يصلي يبادر بالصلاة ركعتين حتى يتفرع لسماع الخطبة أما إذا كان الأذان لغير الجمعة فالأحسن أنه ينتظر ويتابع المؤذن ويأتي بالدعاء بعد الأذان ثم بعد ذلك يصلي الركعتين تحية المسجد شكرا